فيضانات لم يشهد السودان مثلها منذ عام 1946 بينما لا تزال التوقعات تشير إلى المزيد من الارتفاع في منسوب المياه هذه القضية بحثها اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني ترأسه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي الاجتماع نقش الخسائر والأضرار البشرية والمادية كما اطلع على التقارير الخاصة بتوقعات منسوب المياه في الخريف المقبل وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية قالت ان مجلس الأمن والدفاع قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية واعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية واعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الإختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية وفي الوقت نفسه دعا مجلس السيادة إلى المزيد من التكافل والترابط بين مكونات الشعب مشيدا بالجهود الرسمية والحكومية والمجتمعية الرامية للتخفيف من أثار الفيضانات التي اشتاحت البلاد وأدت الفيضانات إلى أضرار في 16 ولاية من ولايات السودان الثماني عشرة كما تسببت في وفاة مئة شخص وتجاوز عدد المتضررين من الفيضانات في مختلف المناطق نصف مليون سوداني بعدما تهدم أكثر من مائة ألف منزل بشكل كلي أو جزئي